يوسع النظام الإيراني من تدخلاته الخارجية العسكرية ضمن استراتيجيته التخريبية التي امتدت إلى دول عديدة في محاولة منه لتجاوز يزاماته الداخلية التي تكاد أن تطيح به حيث قرر نظام طهران المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية بإرسال الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الروسي ضد المنشآت العسكرية والمدنية الأوكرانية الدعم الإيراني لموسكو الزعج كيف التي وجهت الاتهامات إلى إيران ببيعها طائرات مسيرة إلى روسيا إذا أكد مسؤولون أكرانيون أن الطائرات الإيرانية تركت بصمتها بالفعل بإلحاقها أضراراً بالبنية التحتية وذلك بضربات متكررة في الأسابيع الثلاثة الماضية ويساعد التدفق المتزايد للأسلحة من طهران في تعويض ما يقوله مسؤولون في إدارة بايدن إنها خسائر فادحة في المعدات العسكرية الروسية منذ إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا وفقاً لصحيفة واشنطن بوست التي ذكرت أن إيران تعمل على تعزيز التزامها بتوريد الأسلحة إلى حليفتها روسيا وعلى الرغم من نفي إيران المتكرر بتزويد روسيا بالأسلحة إلا أن وسائل إعلامية نفت للدعاءات الإيرانية بنشر صور لبقايا طائرات مسيرة إيرانية الصنع استخدمت في ضربات ضد أهداف أوكرانية بالتزامن مع تاكيد كييف إرسال إيران 2400 طائرة مسيرة انتحارية ومدربين من الحرس الثوري لتدمير البنية التحتية الأوكرانية وهو ما دفع الرئاسة الأوكرانية للقول أنه كان من المفترض بالدول التي تشكل إيران تهديداً وجودياً لها أن ترسل دفاعاتها الجوية إلى أوكرانيا قبل أن يأتي اليوم الذي ترى تلك الطائرات وهي تحلق باتجاهها وزير الخارجية النمسوي أليكساندر شاربلجان عد استخدام روسيا الطائرات الإيرانية المسيرة في الحرم ضد أوكرانيا تسعيداً للصراع الدعم الإيراني عقد العلاقة الإيرانية بالطرف الأوكراني ودعمه الغربيين أكثر من ذي قبل وهو ما يمكن أن يأتي بإسقاطاته على قضايا إيران الرئيسة وأبرزها ملفها النووي وقد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على نظام طهران المترنح أصلاً ترجمة نانسي قنقر